قبل أقل من خمسة أسابيع على الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرار إجراؤها في الثالث من نوفمبر تثير إصابة دونالد ترامب بفيروس كورونا التساؤلات عن ما سيحدث لو مات مرشح للرئاسة أو مات الرئيس المنتخب أو عجز عن أداء مهام منصبه شبكة CNN الأمريكية قالت إن تشخيص إصابة ترامب بفيروس كورونا يعد أخطر تهديد صحي يتعرض له رئيس أمريكي في منصبه منذ عقود كما أنه يبلغ من العمر 74 عاما ويعاني من السمنة الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث مضاعفات خطيرة جراء المرض الذي أودى بحياة أكثر من مائتي ألف أمريكية وأكثر من مليون شخص حول العالم من جهة أخرى قال طبيب البيت الأبيض إن ترامب يتلقى علاجا تجريبيا ضد كورونا متمثلا بأجسام مضادة صناعيا مشيرا إلى أنه يشعر بالتعب لكنه يتمتع بمعنويات جيدة في أكثر من مناسبة كان الرئيس ترامب يستهين بفيروس كورونا معتبرا أن الأزمة الصحية أو شكت على الانتهاء في الولايات المتحدة وأن الفيروس سيختفي قريبا رغم أن خبراء الصحة والعلماء في إدارته نفوا صحة هذا الكلام وأكدوا أن الأزمة قد تستمر لفترة طويلة فربما يكون قد اقتنع الآن بتأكيداتهم ويغير من سياسته حيال إدارة الأزمة شكرا